تحذير إن كنت تعتقد أن هذه الحلقة ستعطيك حلاً سحرياً لكل مشكلاتك في الدراسة وترفع من معنوياتك وتحفزك فأنت مخطئ يا عسيسي لأنني في هذه الحلقة سأمارس عليك مهنتي كطبيب سأقوم أولاً بالكشف عليك ثم معرفة مرضك ثم إخبارك بالدواء المناسب لك وربما يكون الأمر مؤلم أخبرك من الآن آسف ولكنه جيد لصحتك الدراسية مستعد لنبدأ على برقة سأخبرك طريقة تجعلك تدرس بشكل جيد بل وتحقق علامات ممتازة بإذن الله دعنا نقسم المذاكرة إلى ثلاثة أقسام قبل المذاكرة أثناء المذاكرة بعد المذاكرة أولاً قبل المذاكرة اسأل نفسك دائماً قبل أي جلسة دراسية لماذا تدرس هذه المادة؟ وبسؤالك حدد هدفك من الدراسة واجعلها أهداف مقسمة لعدة أجزاء أهداف لها علاقة بالله عز وجل أهداف لها علاقة بشخصيتك أهداف لها علاقة بمستقبلك إلى آخره ثم قم بجلب كل ما يمكن أن تحتاج لجلسة المذاكرة من ماء وأقلام وكراسات وعلى رأسهم كشكور صغير بجوارك لا يفارقك إطلاقاً وليس له علاقة بالدراسة فقط تستخدمه لصيد الأفكار الخزعبلية التي لا تظهر إلا عندما تريد أن تدرس تعرف تلك الأفكار مثلاً عند الدراسة تأتيك إلهام لتفتح مشروع تجاري أو يسرح بك أحلام اليقظة إلى خيالات لا تنتهي هذه الأفكار اكتبها على هذه الكراسة حتى تعود لها بعد الدراسة ثانياً أثناء المذاكرة هناك تقنية ستساعدك في الحصول على أقصى درجة من التفاعل مع المواد بل والاستمتاع بها والتلذذ بها أيضاً هي تقنية ناتجة من تجمع أبحاث كثيرة موثقة من قبل مختصين وأنا استخدمتها بشكل شخصي وزادت من إنتاجيتي بحمد الله ألا وهي تقنية الـ SQ3R كل حرف من حروفها يشير إلى خاصية معينة ستضاعف من إنتاجيتك في الدراسة لو طبقتها أول شيء يجب أن تقوم به أن تحضر المادة التي تريد دراستها ثم واحد الاستبيان افحص شكل الكتاب وغلافه اقرأ الفهرس والعناوين حتى تأخذ فكرة عامة عن محتوى هذا الكتاب اثنين السؤال دون على ورقة مجموعة الأسئلة التي ترغب في معرفة إجابتها من خلال قراءتك لهذا الكتاب ثالثاً القراءة ابدأ بالقراءة الكتاب بتركيز البحث عن إجابات الأسئلة التي طرحتها في الخيار الثاني رابعاً التلخيص دوني الإجابات التي حصلت عليها من الكتاب بأسلوبك وطريقتك ضع ملخص كامل يمكن أن تعمل مثل تشجير خامساً المراجعة أحد إجابة الأسئلة وتكرار الملخص الذي كتبت بشكل شافه دون النظر إلى الإجابات بهذا المنهج تتذكر كل معلومة موجودة في الكتاب الكثير منه يمضي ساعات في قراءة محتوى ما وعندما يسأل عن سؤال به يأخذ فترة طويلة ليستذكر ويستذكر ما قرأه ولحل هذا الأمر يجب أن تقوم بالمراجعة على فترات زمنية مختلفة حتى يفهم دماؤك أن هذه المعلومات مهمة لك وبالتالي يحفظ بها في الذاكرة هذا المنهج بكل بساطة هو أغلب الطلاب المتفوقين يستخدمونه في دراستهم والذي يميزهم أكثر أنهم دائما يحاولون توظيف ما تعلموا في حياتهم العملية مثل أي عام دراسي جديد تضع خطة دراسية لا تلتزم بها لاحقاً وبعدها تتراكم عليك المواد بل والهموم أيضاً والمحصلة حالك الآن فأنت على الأغلب تمر بمجموعة مشاعر منها التسويف الملل، الكسل، التشتت، تضيع الوقت وهي كلها مترابطة مع بعضها فالتشتت يؤدي إلى الملل والملل يؤدي إلى الكسل والكسل يؤدي إلى التسويف والتسويف يؤدي إلى تضيع الوقت كلها أمور تعرفها وتعرف علاجها حتى وربما مللت من سماعها وتجريبها ولم تجدي معك نفعاً والسبب باختصار يا عزيزي هو أنك لا تدري قصر الوقت المتبقي لديك أشرح لك هذه النقطة بمثال حزين تخيل أن شاباً مثلك الآن يشاهد هذا المقطع في مكان ما في العالم وهو أيضاً يخطط لعامه الدراسي ويريد أن يعنف أسباب كسله ولكن الفرق بينك وبينه أنه بعد مشاهدة هذا المقطع سيموت وأنت على الطرف الآخر سيحييك الله إلى أن ترى أبناء أحفادك مثلاً الفكرة لا أحد فينا يدرق قيمة وقته مدى طوله أو قصره فهل برأيك كان يعتقد ذلك الشخص أنه سيموت بعد مشاهدة المقطع؟ لو كان يعلم لما خطط لدراسته ولما شاهد مقطع مقتص في ذلك أساساً صحيح آسف على مشاعرك الحزينة نكمل لذلك لا تتهون بالوقت وإلا ستجد نفسك في نهاية اليوم مكتائب عزين مهموم وتسأل نفسك لماذا لست كما أريد لنفسي فهذه مشكلتك يا صديقي والحل بسيط الحل أن تعزل نفسك نعم قم بعزل نفسك بشكل مستعجل وبشكل جاد لأيام اعزل نفسك عن كل الملهيات التي اعتدت عليها لسنين لترى مدى إدمانك عليها ومدى تأثيرها عليك أغلق هاتفك اترك أصدقائك اجلس بمفردك وحيداً اعزل نفسك ثم مسأل نفسك سؤال هل أنا راضي بالفعل عن حياة الدراسية؟ إذا رجل قل نعم راضي لأنك لو قلت نعم ما كنت لتجاهد هذا المقطع من الأساس ولا يزال الرجل عالم ما طلب العلم فإذا ظن أنه يعلم فقد جهل حتى لو كنت دراسياً متفوق دائماً الشخص العالم يعتقد أنه ينقصه أن يتعلم أكثر ثانياً رتب مستودعك أخبرني لو كان هناك مستودع مليء بالحاجيات والخردوات المخزنة منذ عشرات السنين وأنت مطلوب منك أن تعيش في هذا المستودع ما هو أول شيء ستقوم به حتى تعيش في هذا المستودع أنظفه وأرتبه وهذا بالضبط ما يجب أن تفعله مع عقلك علاقاتك عاداتك أفكارك ذكرياتك ماضيك كلها تحتاج إلى تنظيف لأنك إن لم تفعل ستعيش حياة كئيبة بين الخردوات بكل بساطة يعني أكثر من هيك تشبيهات صراحة صعب وأخيراً لا تستمر في الخداع فأنت تعلم أن الوقت محدود فلماذا تستمر في خداع نفسك بأنه عكس ذلك وأنت تعلم أهدافك وأولوياتك فلماذا تستمر في خداع نفسك أنك لا تعرفها وأنت شاهدت هذا المقطع وتعلمت بالفعل عن هذه التقنية فلماذا تخدع نفسك ولا تطبقها في حياتك أرجوك كن صادقاً وانهض شو بتعمل لحد الآن؟ انهض انهض يا بني آدم في النهاية شريكي برايك في مكان التعليقات وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب بها ودمتم في أمان الله شكراً للمشاهدة